إيران بدأت بسحب رجالها من سوريا يقول رئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤكداً أن إيران اليوم ليست تلك التي كانت قبل انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي معها وعلى الرغم من أن تصريحات ترامب تفتقر إلى الواقعية في رأي كثير من المتابعين إلا أنها تأتي في سياق تصاعد الضغوط على طهران للخروج من سوريا ضغوط يمارسها خصوم طهران في الولايات المستحدة والكيان الصهيوني بل ويمارسها الحليف الروسي كذلك فهل اقترب فعلاً خروج إيران من سوريا؟ قراءة المشهد السوري ومعادلات القوة على الأرض تشير ربما إلى صعوبة ذلك الخروج فقوة النظام السوري أنهكتها سبع سنين من الحرب وباتت عاجزة عن فرض نفوذها في مناطق سيطرتها لذلك فإن أي خروج إيراني سيخلف فراغاً استراتيجياً لن تملأه بالطبع قوة النظام وكذلك الأمر بالنسبة للقوات البرية الروسية الموجودة في سوريا بأعداد قليلة رغم وجودها القوي جوياً غير أن الوجود الإيراني في سوريا يعتمد بالأساس على ميليشيات أكثرها غير إيرانية تدين لطهران بالولاء ولعل ذلك ما أشار إليه رئيس النظام السوري بشار الأسد خلال زيارته الأخيرة إلى سوتش الروسية حين أكد أن الحضور الإيراني لا يتعدى وجود ضباط يساعدون الجيش السوري ما يعني الفصل بين الوجود الإيراني الرسمي وغير الرسمي المتمثل في أكثر من ستين ألف مسلح ضمن الميليشيات الموالية لها وبالنظر إلى تعقيدات ملفها النووي والإقليمي فإن طهران ستعول كثيراً على ورقة وجودها في سوريا لتحسين شرط التفاوض بشأن الملفين لسيما بعد مطالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والعقوبات التي وصفها بالأقصى في التاريخ ضد طهران كما أن الإيرانيين يعلمون أن خروجهم من سوريا قد ينقل الصراع إلى عمق الأراضي الإيرانية ما يعني أن خروجاً إيرانياً من سوريا ربما لا يتحقق إلا وفق صفقة تشمل ملفها النووي وتمددها الإقليمي